بنتكلم على رئيس وزراء رايح بيضع يعني حجر أساس لمشروعات تنموية في سيناء وفرفخ 200 وحدة سكنية 830 منزل بدوي الاستعاب 33000 أو 3317 أسرة 35000 وحدة سكنية 21 تجمع بيضم 14 منزل بدوي بين قصين لاستعاب 69 ألف نسمة في رفح وزويد والعريش خد بالك احنا بانينا على فكرة وما بانوا في رفح مدن أو يعني وحدات أو أحياء سكنية وفي استعداد لتسكنها ويعني ومنح عقودها لأهالي سيناء وأهالي رفح كمان اللي هما تركوا هذه المناطق لصالح يعني تطهرها من الأنفاق وتشديد حالة التجهز الأمني فيها وطموخا ورغبة في أنه احنا نوقف عجلة الإرهاب التي كانت دائرة وبالفعل أوقفت واللي كان بالتأكيد مصدرها الحدود المصرية في رفح مع الأرض في الصلاة المحتلة واللي مصدرها بالتأكيد مدعوم من حماس لكن في المحصلة هذه المباني والوحدات السكنية يبدو أنها كانت مبنية على طريقة ليست تلك الطريقة التي يرضاها ويرتضيها المواطن السيناوي ابن المنطقة وصاحبها ليه لأنه بعد كده بيظهر قدامي طول الوقت بناء منزل بدوي من وحدات السكنية على الطريقة البدوية إذن بتكلم على الطريقة التي تلائم أهالي سينا في تجربة زمان قرية من قرى الصعيد راح يبني فيها أعظم مهندس معماري في الكون وبالطريقة الحال لازم يكون مصري لأن احنا أول ناس بنوا بيت في الكون وأول ناس عندنا مهندسين في الكون فيعني أول مهندس في العالم مصري أول معماري في العالم مصري أول مآول في العالم مصري أول عام البناء في مصر في العالم مصري فلازم يكون حسن فتحي هو أهم مهندس في العالم وصاحب مدرسة اسمع مرط الفقراء يعني راح القرية في الصعيد وبنى في هذه القرية بنى قرية على الطريقة التي اعتقد هو المهندس حسن فتحي إنها ملائمة للسكنة من أهل الصعيد وأهل الجنوب وأهل الأسر تحديدة المدهش إنه الأسر والعائلات والقبائل اللي هناك اللي كانت يعني معدة لها هذه المساكن والوحدات السكنية والبيوت رفض السكنة فيه وده كان مشهد محبط جداً للمهندس حسن فتحي وبالتأكيد للدولة المصرية وإزاي هم ما تأقلموش مع شكل العمارة دي البنى ده بهو البيت صحن البيت طريقة الوجود قط النوم فين أو مكان المعيشة فين مواضح إنه يعني درست بشكل نظري معدناش مع أهالي الأقصر وأهالي هذه القرية وقلنا لهم أو درسنا حياتهم واحتياجاتهم زي ما عملنا الخطأ التاريخي برضو في مدينة الأساث في ضمياط إنه إحنا بنينا مش على طريقة المواطن الضمياطي ولا طريقة حياته ولا معيشته فانتهى الأمر إنها بقت قرية أشباح قرية الأساس أو مدينة الأساس ليه؟ لأنها لم تراعي طريقة حياة المواطن الضمياطي وعمل وشغل ودي مشكلة برضو غياب درستات الجدوى يعني فإحنا بنبني قبل ما ندرس فيبدو أيضا إنه إحنا بنبني في رفح حصلت المفارقة دي إنه المواطن الضمياطي عايز بيت بطريقته عايز الجنينة بطريقته المزرعة بطريقته عايز مدخل البيت البهو عايز مش عايز يعيش في عمارة عايز يعيش في بيت مش وحدات سكنية وجران لأنه مش متعود على كده فهدي ده سكنة أماكن غير طريقة سكنة في أماكن وحفيسينها نفسها فإحنا أصد إعادة تصور ورؤية لطبيعة المشروعات السكنية دي عشان تلائم طبيعة الحياة اللي عايزها ويريدها وحقه وحريته المواطن السينيون لكن المحصلة إنه كل ده ما جرى وما يجري وما سوف يجري محصلته إيه؟ محصلته تدمية سيناء مش بس بقى في التدمية والمشروعات واه 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 اللي احنا طول الوقت بنتكلم عنها وطول الوقت لم نصل إلى الحد الأدنى منها حتى في كل الحكومات من 52 الغد دلوقتي لا هنا بقى الموضوع يتخذ شكلا أكثر أهمية وأكثر خطورة وأكثر عملية وأكثر إنجازا وأكثر مصداقية وأكثر واقعية وهو إن إحنا بنبني وبنزرع وبنسكن وبنسلم عقود في الوقت اللي البعض بيحاول يزعم ويدعي إن إحنا ممكن نقبل بضغوط أو بإغراءات إن إحنا نتنازع على الأرض اللي إحنا بنسكنها دي وبنسكنها دي وبنعيش فيه كأن المواطن المصري من أول العريش ولا من أول رفح لغاية أسوان مستعد يبيع أرضه خد بالك فكرة يبيع أرضه دي يعني موجودة طول الوقت على سبيل خاطئ وبشع الحقيقة يعني وبرضو الدعاية الإسرائيلية والتمزق العربي والفتنة بين الشعوب العربية وبعضها هو اللي خلت طول الوقت الزعم المريض ده الوهمي الغير حقيقي إنه أصل فلسطين باعوا أرضه طول الوقت في حالة المعايرة الكذوبة دي لأنه دي كذبة كبيرة جدا وليست حقيقية بالأرقام وبالوسائق والشعب فلسطيني لم يبيع أرضه ولن يبيع أرضه على الإطلاق ومفاتيح بيته في على عنقه وفي صدره طول الوقت متسلم من جيل لجيل لكن هذه المزاعم المريضة وهذه الأفكار والشائعات التي كانت تروج دائما للطعن في الشعب الفلسطيني وقوته وصلبته وصموده وقدرته على الدفاع عن بلده هو اللي عايز يكررها تاني عندك إنت نفس المزاعم المريضة دي عايز يقنعك إنت إنك إنت ممكن تبيع أرضك وفيه تفاوض على بيع أرضك وإيه الحق ويوم ما تستقبل مريضا جريحا فلسطيني يقول لك آه ده عشان تمهيد لإيه طبعا إنت لو ما استقبلتش الجريح يبقى إنت بالستين في سبعين ومتهم وإنت متحصر الشعب الفلسطيني ورافض إن إنت حتى تسكن جروحه مش تسكن بيوته وتجي تسكن جروحه بقى وتستقبله على مستشفاك وتعالجه بطباقة حا شفته إنها البداية ألم نقول لكم ها هي ووووو وكده يعني فلن نرتاح من هذا النباح لن نرتاح من هذا النباح أبدا بقيا بس أن تعرف أنه نباح شكرا